مواسم جفاف انعكست على السدود فسجلت خسائر لقطاع تربية الأسماك ومخاوف لدى المزارعين في الأغوار من كارثة زراعية وزارة الزراعة سمحت بحفر الأبار للحد من نقص المياه وتعويض جفاف السدود ووزير مياه أسبق يقول أن القرار في غير محله أخبار الدار ذهبت للمعنيين مباشرة مزارع الأغوار ما رأيهم بكل ما يشري في قطاعي الزراعة والمياه وزير الرأي لما يعطيك رأي زي هذا هو بحكي صح بس إحنا لا منقدر نفتح بير ولا نحل الرأي ولا نحل أي شيء للزراعة في الأمر هذا وما منقدر نزقي مي بالنتيجة اللي هو بحكي فيها فسلطة المي أو وزير الرأي أو هذا هو اللي لازم يحلوا المشكلة مع سلطة المي هم اللي لازم يطلعوا مي بالأبار على حساب الحكومة ويطلعوها ويعطوا مي في القناع عشان نقدر إحنا نزقي أراضينا وإذا استمر الأمر على هذا الحال لا إحنا لا نحن نقدر نزقي ولا نحن نقدر نزرع والوضع يعني قدامنا سيء جدا بالأوضاع الحاليا اللي صاير معنا وضاع سيء جدا في العطش يعني منقدر هسا قاعدين نزقي أمر يعني منقدر الخضرة اللي بقال نعطيها بالساعة ساعة ونص ساعتين بالرأي هسا ما منعطيها عشر دقايق اللي بس نقدر نحي الخضرة نعطيها روحي لها تعيش ما تموت بس مش أكثر ولا أقل هسا شوف بالنسبة لتكليف البير يعني بير الرأي بنا نسحبه ثلاثة إنش يزقي خضرة زي خضرة ما زرعتي أنا بده يكلف خمستاشر ألف دينار وهذا الحكي مش موجود يعني منك جيب تحفر بير بخمستاشر ألف دينار تكلفة مزارع بعدين ما بزبط مية البير المالحة يزقي منها الخضرة مية الخضار هاي ما بتعيش على مية البير المالح حتى لو حفرناه اللي طلعوا أمر إنه إحنا نحفره هذا لو نحفر ونوجدت المصاري ونحفرت المي وطلعت المي وسجينا منها المي المالحة ما بتزبط إنه لخضرتنا إحنا بدنا مي حلوة نطالب مزيرة مياه والري شخصيا إتباع قرارات تخص الأبار إلى سلطة وادة الأردن بالنسبة لمصادر المياه إحنا في عنا حلول مؤقتة وعندنا حلول دائمة وعندنا حلول على كدسة من الحلول اللي هي سريعة أنه سمح للمزارعين باستغلال المياه الجوفية التي ليس أحواض هي مجرأ مياه ولو إنها عبع على المزارع بس هو الحل الوحيد الذي يتخذوا لإجراء إنقاذ المزارعين السلطة مشكورة دعمة المشاريع الوزارة مش معطية صلاحيات لسلطة وادة الأردن باتخاذ القرارات المناسبة والقوانين اللي موجودة حاليا إنها ليست تخدم المزارع يعني عندي أربعين بيت لا اليوم ما زرعت من مرة من قلت إيش؟ من قلت المية بتطلع على القناة القناة ما فيها مية السلطة مش مأمنانة في المية الكافية يعني في السبوع بتيجينا يوم أو يومين ومراري بتجيش بتيجي ضعيفة ولليوم ما زرعت البيوت اللي عندي يعني هاي البيوت زي ما هي يعني أنا أطلع المشروع اللي مسويه في المزرعة بن نصور للمزرعة مشيك ناصب أربعين بيت عملي دار صغيري على أساس أني لما أصير إنتاج ومنتاج ونزرع نقعد فيها هنا ما في يعني ما في إنتاج من مرة من قلت المية والبركة القناة كل ما نطلع على القناة ما في يعني ما في كهراء بغادي ما في خدمات ما في أي شيء والمية ما في مية المية قليلة من مرة عندي أنا في المزرعة هنا بير البير لو أنه شغال بده مية أحلية لأنه المية بتاعته بتطلع مالحة بنسمع لنا السد مية توسعة قليلة وإذا المية بتقطع المزرعين بروحوا شطب بش ولا مزارع ما قد نجيب مية ونزقي صعبة يعني المزارع بتخرب ووقت الشتاء كمان إذا ما في شتاء الملفوف والزهر هاي بنوقف الزراعة خلاص أبداً ولو واحد مزارع بقدر يزرع أحبه منون ديسقي صعبة بش إلهز قاية بالمرة مزارع موسم الشتاء بقول يعني بجينا شتاء والنحباس من ربنا وإحنا متعودين إنه موسم الشتاء نزرع فيه مثلاً الملفوف السبانخ فيه شغلات كثيرة أصناف كثيرة بدهم أي ونعتمد على الشتاء وإنتوا زي ما إنتوا شايفين إن شاء الله ربنا من فوق يعطينا الشتاء ويرحمنا برحمته يا رب ترجمة نانسي قنقر